أحد صناديد قريش وهو العاص بن وائل كان في يده عظام بالية ففتتها ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيحيي الله هذه العظام بعدما بليت وتلاشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم ونزلت أواخر آيات سورة ياسين ومنها قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم